هنعمل مع بعض النهاردة برجر الفراخ وبرجر اللحمة. هنعمله طبعا في البيت. يعني هيكون انضف احسن من بره بكتير. وهنعمله بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة. واي ان كان تكلفتها طبعا هكون احسن من بره واوفر بكتير جدا. اول حاجة هنبدأ بيه هو برجر الفراخ. عندك بقى صدور فراخ على وراك. هيبقى حلوة جدا. هتفروميهم الكمية اللي وزاها. يعني الكمية دي تقريبا اه اكتر من نص كيلو بحاجة بسيطة. قولي نص كيلو. نحط معلقتين بقسمات. عليهم بصل بودر توم بودر بابريكا وشطة لللي حابب الشطة وفلفل اسود. وهنحط ملح مبهر بالكمون والكسبرة. كمان هنضيف خلطة البورجر دي بتجيبيها من عند اي كيس كده جاهز. هتحطي الملح زي ما قلت لك. تمام? وهنبدأ ان احنا آآ نقلبهم كلهم ونعجينهم مع بعض الكويس جدا. زي ما انتم شايفين شكل ده. سبب التلاجة بس تتشمع نص ساعة. بعد جده هنقدر بقى نعمل البورجر. لو عندك المكبس بتاع البورجر يبقى حلوة جدا. مش موجود. هنتصرف ونعمل بقى اي حاجة. عند جغطة اي برطمان هتبدأي جبيه. هتحط كيسة جواه وتبدأي ان انتي تدهيني زيت وتدهيني ايديك. لاني طبعا الفراخ بي آآ كمان بتلزق كده في اليد. وهتبدأي تقوري قطعة الفراخ وتبدأي تحطيها في البرطمان وتضغط عليها بالشكل ده. وتحطيها كده في الكيسة وتضغط عليها لما تبقى متساوية من جميع الاطراف بالطريقة دي. طبعا حجم البورجر زي ما انت شايفة بقى بالشكل ده. الحجم طبعا على حسب راح يعني عايزة تكبريه. شوف حاجة يعني اكبر من الغطى ده. عايزة الحجم ده يبقى كده تمام. آآ طبعا انا هخزنه بقى في الفريزر هيبقى جاهز عندي. آآ مش هحمره. لو انت هتحمريه. هتسيبيه برضو في التلاجة كده ربع ساعة وبعد كده هتحطيه على الجرير اللي كده على البتجاز وتبدأي تحمره من ناحيتين. وتعملي بقى السندوتيات بتاعتك. زي ما انتو شايفين. ممكن كمان تكوريه وتحطيه في الكيسة وتضغط عليه بيقديك من غير غاطة برضو ولا اي حاجة. انت بتقدر تتحكمي فيه براحتك. تمام? طبعا هتخلص كل الكمية اللي معاكي. وهتخلي كل واحد البورجر في كيسة كده علشان يبقى سهل آآ وانت مخزنه سهل انك تطلعيه في اي وقت الواحدة بوحدتها كده. هتبدأ بقى تحطيه في الاتباق دي. وتجاهزيه وتليفيه وتخليف الفريزر عندك في اي وقت بقى برضو زي ما قلت لك كده. اتخرج اتحمره كده في طاس على النار. مش اكتر من انت اتحمره من ناحيتين وعلى نار متوسطها وتحطيه في الساندويتشات. وكده خلصنا بورجر الفريف. هنبدأ نعمل بورجر اللحمة. ده نص كيلو من اللحمة على نسبة من الدهن. هنحط بقى بصل بودر وهنحط شطة وبابركة. ومنسياش برضو التوم والبودر هنحطه كمان دلوقتي. وحطينا اهو فلفل اسود كمان. وهنحط معلقتين بقصمات ممكن جدا جدا تعملي فلسوية. ويقتنقاي في مية صحنة مدة ربع ساعة وتصفيه. وهتبدأي تقفرميه مع اللحمة والبهرة. هنحط برضو خلطة البورجر وحطينا معلقة نشا او معلقة دقيق دي بتخلي البورجر متماسك معاك ومايفكش منك خالص. آآ وهتبدأي ان انتي آآ تقلبيه بالطريقة دي. في حاجة كمان كده اضافة حلوة جدا تحط عليه معلقة من الكاتشب. وهتحط كمان معلقة من الطحينة. الاضافة دي بتخلي طعم البورجر اللحمة حلوة جدا وبتدي له نكهة جميلة جدا. هتقلبي كده الكاتشب معاك اللحمة بالطريقة دي. وهتحط معلقة الطحينة زي ما قلتلك ممكن تستغني عن البقصمات وتضيفي فلسوية. لو انت حابة الفلسوية آآ تبدأي تعملي زي ما قلتلك وتفرميه مع اللحمة والبهرات وتبدأي ان انتي آآ تكوريه وتعمليه بقى زي ما هقولك دلوقتي. كده هزاودت البابريكة شوية هزاود كمان بهرات لحمة. كنت نسيت احطها في الاول. وكده بقت تمام معايا بورجر اللحمة بقى جاهز. هسيبه برضو ربع ساعة في التلاجة. وابدأ اجيب بقى اشكله بقى واجيب غطة برطمان. جبته اكبر شوية عن بتاع بورجر الفراخ. وحطيت الكيسة فيه. وهبدأ ان انا برضو ادهن وزيت وادهن ايدي. وابدأ اعمل البورجر بكل سهولة. ممكن تعمليه يعني من غير مش لازم خالص المجبس اللي بيتشارها للبورجر ده خالص. ممكن تعمليه زي ما قلت لك كده. ممكن تعمليه على ايديكي. يعني آآ سهيل عليك الدنيا كده وما توقفيش على حاجة معينة. اعمله في الكيسة بالطريقة دي في الغطة. وببدأ ان انا الفه في الكيسة واخليه في الطبق اللي انا هخزنه فيه. طبعا انا هخزنه برضو في الفريزر. احلى حاجة انك تعملي الحاجات دي في يوم وتتعبه كده يوم. وتعملك افتة وتعملي البني وجهز كل حاجة عندك في الفريزر وتطلعيها وقت اللزوم. وقت من كونيش انت فاضية فيه او مسلا في مشوار وجاية ومش عارفة تتبخيها هتطلعها على طول وتبدأ ان انت يدب بس على التحمير. كده هخلص كل كمية البورجر بتاع اللحمة بالطريقة دي. وبرضو اجهزه في الطبق. زي ما انتم شايفين السمك بتاعه حلوة جدا. والحجم كمان حلوة قوي. وهلفه بقى في طبق وكمان هلفه في كده وهخزنه بقى عندي في التلاجة. يبقى كده خلصنا آآ بورجر اللحمة والفراخ. وطبعا ما فيش اسهل ولا اسرع من الطريقة دي. آآ ان شاء الله تجربوها بنفس المقدير وهيتزبط معيك ويبقى حلوة جدا. طبعا لو انت عاوزة ضعف الكمية هتعملي اتضاع في كل المكونات اللي احنا اضفناها. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واتمنى كمان تكونوا استفدتم منه. ولو عجبكم بقى ما تنسوش لايك وشير وكمان كومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.